تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو باتخاذ موقف متشد ضد العنف والفوضى بعدما تحولت الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب التي اقترحتها حكومته إلى أعمال عنف دامية وقال روتو لصحفيين في نيروبي أنه سيقوم برد كامل وفعال وسريع على الأحداث التي وقعت معتبرا أن أشخاص خطيرين قد خطفوا التظاهرات ومن جانبها قالت نقابة الأطباء الكينية اليوم من 23 شخصا على الأقل قتلوا بينما يتلقى 30 آخرون العلاج من جروح جمة عن أعيرة نارية أصيب بها خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد زيادة الضرائب